المقامة الساسانية حدثنا عيسى بن هشام قال أحلتني دمشق بعض أسفاري فبين أنا يوما على باب داري إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفوا رؤوسهم وطلوا بالمغرة لبوسهم وتأبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه ويدعوا ويجاوبونه فلما رآني قال أريد منك رغيفا يعلو خوانا نظيفا أريد ملحا جريشا أريد بقلا قطيفا أريد لحما غريضا أريد خلا ثقيفا أريد جديا رضيعا أريد سخلا خروفا أريد ماءا بثلج يغشائنا طريفا أريد دن مدام أقوم عنه نزيفا وساقيا مستهشا على القلوب خفيفا أريد دندن مزد ولست أرض طفيفا إما جوادا عتيقا يرف تحت رفيفا أو مسمعات غناء يقمن دون صفوفا أريد عبدا صبيحا يكد خصرا لطيفا يكون بالليل عرسا وبالنهار عسيفا إذا احتفلنا وقورا وإن خلون سخيفا أريد منك قميصا وجبة ونصيفا أريد نعلا كثيفا بها أزور الكنيفة أريد مشطا وموسا أريد سطلا وليفا يحب ذا أنا ضيفا لكم وأنت مضيفا رضيت منك بهذا ولم أريد أن أحيفا قال عيسى بن هشام فنلته درهما وقلت له قد آذنت بالدعوة وسنعد ونستعد ونجتهد ونجد ولك علينا الوعد من بعد وهذا الدرهم تذكرة معك فخذ المنقود وانتظر الموعود فأخذه وصار إلى رجل آخر ظننت أنه يلقاه بمثل ما لقيني فقال يا فاضلا قد تبدأ كأنه الغصن قد قد اشتهى اللحم ضرسي فاجرده بالخبز جلدا وامن علي بشيء واجعله للوقت نقدا أطلق من اليد خصرا وحلل من الكيس عقدا وضم يديك لأجلي إلى جناحك عمدا قال عيسى بن هشام فلما فتق سمعي منه هذا الكلام علمت أن وراءه فضلا فتبعته حتى صار إلى أم مثواه ووقفت منه بحيث لا يراني وأراه وأماط السادة فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري فنظرت إليه وقلت ما هذه الحيلة ويحك فأنشى يقول هذا الزمان مشوم كما تراه غشوم الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم والمال طيف ولكن حول اللئام يحوم